معنا مختصين في الكوتشين ووسطاء أسريين وخبراء في الحياة الزوجية والسعادة الأسرية معنا العديد من المترشيحين والمترشيحات اللي كيقلبوا على الناس في ديالهم الآخر بكل جدية طريقة ديال إنخيرات معنا الناس اللي كييجيو عندنا يعني يبغين يتزوجوا بكل جدية كييجيبوا فوتوكوبي ديال لكاق ناسيونال كييجيبوا خمسة ديال صور كبار ووحد صورة صغيرة بشك نصوبوا لي موحد البطاقة العضوية من بعد كييجيبوا لي نوحد الوثائق أخرى اللي كتبت بحل سيجي العدلي التحديد ديال الدم اللي كتبت أنه مخالي من أمراض جنسية أو معدية وكذلك شهادت العامل اللي كتبت يعني فش ديالهم شهادت العزوبة إلا كان عازيب وشهادت الطلاق إلا كان طلاق وشهادت الوفاة ديال الزوجة أو الزوج إلا كان أرمال والأرمال المين الفات اللي دازوا عندي الأعمال عدنا تقريبا من ديك 24 عام 25 عام يعني في الفتيات في الرجال كين يعني تهم في نفس يعني تل كدو 50 عام كين البنت اللي مكمل قرائتها كين البنت اللي ما مكملاش كين البنت اللي خدامة كين كله الظروف دياله إحنا إلا القاصيرات اللي ما كنزوجه مش إلا القاصيرات أما أي بنت في السن ديال الزوج مرحبا بها يعني كله الرغبة دياله كل اللي بغي بقيت زوج بطريقة تقليدية كما عارفين كين اللي كيبغي كيلل بحل هاد المكاتب كين البحل هذا اللي Bryan معZM тов う bla ل encour يكون له رغبة دياله إحنا هادك للعوزوف هو اللي بغيننا نحدده منو بها الطريقة هذه العوزوف ديالشاب عندهم فزافت الأسباب اللي خلاته قوس طوال كين عدم تيق equilibrio حين البيطالة كين بزاف المسايل فاهمتين؟ إحنا المؤسسات ديالنا يعني تهدك عدم تيقى يعني هاد المشكلة هذا ما كيبقاش يعني اللي كي يجي تزوج منا المؤسسة يعني كي collaborativeهم في studies أول وكالة للوساطة في الزواج في المملكة المغربية مرخصة من السلطات العمومية الفكرة المشروعة هو أنه أول حاجة لإسم تحفة العروس وهو مأخوذ مع الكتاب مشهور الذي يتكلم عن مبادئ الزواج اسم تحفة العروس أما بالنسبة لفكرة تحفة العروس كوكالة للوساطة في الزواج وتكوين وتأهيل والإرشاد من أجل الزواج وأن الفكرة من طبيعة الحال كان عندنا موقع من 2013 حتى 2017 كانت التعارف من الزواج لكن هذا الموقع لم أعطينا نسمية الأشياء التراتيجية التي خططنا لها لكن بتعاون مع مجموعة من دكاثرة المجتماع وخصوصا عن المجتماع الأسرة أمنا واحد دراسة معهم بطبيعة الحال أعطونا مجموعة من نتائج وأنه تنامي ظاهرة العنوزة تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج وكذلك تنامي ظاهرة الطلق وبالتالي فإحنا بغينا نشوف شيء نموذج ليكون فعال لحل هذه المشاكل هذه طبيعة الحال اهتدنا المجموعة من الوكالات الوساطة في الزواج في العالم العربي في أوروبا في أمريكا ولكن اخسرنا النموذج الماليزي فانتقل الفريق العمل إلى ماليزيا كونانونبور وشاهدنا هناك وعايشنا مجموعة من الوكالات اللي الآن الحمد لله كتخلق القيمة المضافة واستطعت زوج واحد العدد كبير وكتلقى دعم سلطة ماليزيا موسيقى